السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميع البارحة كان اجتماع المستشار الألماني أولاف شولز مع رؤساء وزراء المقاطعات سنرى الآن نتائج الاجتماع والقرارات الرسمية التي تم اتخاذها النقطة الأولى هي فرض قاعدة 2G Plus على المطاعم والكنايب من المطاعم بشكل خاص على كل ما يتعلق بالغاسترونومي الآن قاعدة 2G Plus ما المقصود بها تماما لحتى نشرحها بالضبط يعني كل من أصيب وشفي أو مطاعم مرتين يجب أن يحضر معه أيضا اختبار سلبي سريع عند الدخول إلى المطاعم هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية المهمة أن الأشخاص الحاصلين على ثلاث جرعات يعني البوستة إنفون كذلك لا يطلب منهم اختبار سلبي لآخذ ثلاث لقاحات ممكن يدخل على المطاعم والأشخاص الغير مطاعمين لا يحق لهم الدخول إطلاقا إلى المطاعم حتى لو كان معه اختبار سلبي إذن هذه تفسير قاعدة 2G Plus الآن للمطاعم طبعا هذا يعني أن هناك أوقات صعبة قادمة على المطاعم لأن العديد من الناس يعني ما عاد يقدروا يدخلوا هيك على المطاعم وبالتالي أصحاب المطاعم رح يعانوا بشكل كبير في الفترة القادمة علما أنه تم تمديد أيضا المساعدات الاقتصادية من قبل الحكومة الآن يعني للشركات والمطاعم ويمكن تقديم الطلبات يعني بشأن ذلك النقطة الثانية كمان كانت نقطة متوقعة جدا وهو تقصير مدة الحجر الصحي الآن من 14 يوم إلى 10 أيام مع بعض الأستثناءات اللي رح نشوفها الآن كل شخص ولكن على تماس كان مع شخص مصاب بنعرف يعني الـ Contact Person أيضا بيتم إخباره يعني كل الناس كان عندهم تماس مع شخص مصاب كمان عادة بيدخلوا في الحجر الصحي الآن يفسسنا من هذه القاعدة كل من هو حاصل على سلاس جرعات يعني لا يدخل في الحجر الصحي كـ Contact Person أو من حاصل على جرعتين يعني ومن وقت قريب يعني في خشك إمفت يعني ما صلى زمان يعني الجرعة الثانية أيضا لا يدخل في الحجر الصحي أو من أصيب واشوفي يعني كمان إخذ لقاح فأيضا لا يدخل في الحجر الصحي كـ Contact Person وأيضا من أصيب واشوفي من وقت قريب أيضا لست أقول عنده طبعا مناعي من شكله أيضا لا يدخل في الحجر الصحي طبعا كـ Contact Person فيما عدا ذلك كل شخص مصاب يدخل في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام يمكن الخروج قبلها ربما بعد سبعة أيام باختبار سلبي طبعا إذا ثبت يعني نتائج الاختبارات سلبية فيمكن الخروج أيضا في وقت أبكر في هذه الحالة من الحجر الصحي بالنسبة لقواعد التلاقي بقيت كما هي وحسب القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع السابق في العام الماضي وهو على الشكل التالي يسمح للأشخاص المطاعمين إذا كان الجميع مطاعم يعني على الأقل إخذ جرعتين بالتلاقي حتى عشرة أشخاص لا يزيد عن ذلك والأطفال طبعا غير مشمولين أما إذا كان أحدهم غير مطاعم فنرجع لقاعدة Ein Haushalt يعني بيت واحد وشخصين آخرين لا يسمح بتلاقي عدد أكبر من الناس وأكد المستشار يعني أيضا في الاجتماع على موضوع مرة أخرى يعني التباعد الاجتماعي هذه النقطة مهمة جدا في مكافحة هذا الوباء وخاصة مع انتشار الموجة أوميغرون وكذلك تم التأكيد على استخدام كمامة الـ FFP2 لأنها تعطي يعني حماية أكبر أيضا نعرف هي أصلا مفروضة في وسائل المواصلات يعني في ألمانيا وفي بعض المقاطعات مثلا مثل مقاطعة نيدا زاكسن كذلك فهي أيضا كمامة مهمة وتحمية يعني طبعا هي الدعوة لكل الناس بالنسبة لموضوع فرض اللقاح أكد المستشار الألماني أولاف شولز أن رؤساء وزراء جميع المقاطعات يدعمون مطلبه بفرض اللقاح في ألمانيا إذن عاد وأكد أولاف شولز أنه لا يزال متمسك يعني بهذا المطلب وأن جميع رؤساء وزراء المقاطعات يدعمونه في هذا المطلب إذن الواضح أنه فيه يعني توافق كبير كان في اجتماع البارحة على هذا الموضوع وهذا يعني أنه في الوقت القادم رح نشوف نقاشات تمهيدية بشأن هذا الموضوع ولكن رح نشوف الآن بعض الاقتراحات الأخرى ولكن من حيث المبدأ أولاف شولز لا يزال مع فرض اللقاح ورؤساء وزراء المقاطعات كذلك وفي ختام كلمته المستشار الألماني أولاف شولز يعني في المؤتمر الصحفي دعا الناس مرة أخرى إلى أخذ اللقاح يعني دعوة لكل الناس وأيضا للمطاعمين بأن يأخذوا أيضا البوستا إيمفون يعني أيضا الجرعة الثالثة وقال نريد العودة مرة أخرى إلى السرعة التي كانت موجودة قبل رأس السنة منعرف تم إعطاء حوالي 30 مليون جرعة في ألمانيا قبل رأس السنة وقال يجب أن نعود مرة أخرى إلى هذه السرعة وإلى التطعيم بهذا الشكل الكبير وقال مع ذلك ألمانيا لا تزال لم تصل إلى مستويات التطعيم المطلوبة والمرغوب بها ياني مقارنة على أقل مع دول أوروبية أخرى فإذا دعا مرة أخرى الناس إلى أخذ اللقاح ننتقل الآن للموضوع التالي وهو موضوع نقاش الدائر حول فرض اللقاح أو كيفية فرض اللقاح في ألمانيا عم نشوف نقاش دائم ويومي من قبل السياسيين والخبراء في ألمانيا الآن أيضا عضو حزب الـ FDP يعني من الأحزاب الحاكمة في ألمانيا الـ Professor Ullman أيضا دعا أو اقترح أن يتم فرض اللقاح فقط على من هو فوق سن الـ 50 اسوة ببعض الدول الأوروبية الأخرى كذلك يعني أن لا يتم فرض اللقاح عام على الجميع في ألمانيا وإنما فقط على الفئات وقال يعني اتبعا لأعمار الإصابات اللي يعني نشوفها في عدد الحالات فدعا إلى فرض اللقاح على من هو فوق سن الـ 50 في ألمانيا بنعرف أنه إيطاليا قبل عدة أيام أيضا تم فيها فرض اللقاح ليس على الجميع فقط على من هو فوق سن الـ 50 في اليونان أيضا فرض اللقاح على من هو فوق سن الستين إذن في ألمانيا عبي تم أيضا مناقشة كل هذه الاحتمالات يعني قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن ونعرف أنه القرار النهائي رح يكون بيد البرلمان للألماني عند التصويت على هكذا قرار ننتقل لأن الموضوع التالي وهو احتراق السيارات في برلين منذ أشهر بشكل يعني دوري وكل فترة عبتحترق العديد من السيارات في برلين وطبعا عبي تم اعتبار أن عمليات احتراق السيارات يعني غالبا عبي تكون بغانشتفتون يعني إشعال الحرائق عمدا بالسيارات الآن مرة أخرى يعني في ليلة السبت احترقت ست سيارات في بارك كبير لسكان برلين طبعا بيعرفوا الهانس ايسلاشتراس بغانسلوا بيك يعني في منطقة بغانسلوا بيك احترقت ست سيارات مرة أخرى وتم اطفاؤها من قبل الأطفائية طبعا سيارتين رئيسيتين احترقوا بشكل كامل وأربع سيارات مجاورة أيضا تأثروا بالنار يعني المشتعلة من السيارات المحترقة وأيضا تضرروا بشكل كبير خسائر مادية كبيرة لا يوجد أي يعني ضرر بشري فأيضا تنبيه لسكان برلين حول هذا الموضوع كل فترة طبعا عم تحترق السيارات والشرطة الألمانية عم تعتبر أن هناك يعني تعمد من قبل البعض في إحراق السيارات ويتم التحقيق يعني طبعا والبحث عن الفاعلين فتنبيه لسكان برلين ديروا بالكم على سياراتكم ننتقل الآن للخبر التالي أيضا ظاهرة خطيرة جدا كل فترة نشوفها في ألمانيا نعرف في ألمانيا هناك العديد من الجسور على الأوتوبانات والطرق السريعة بشكل خاص هاي الجسور عادة بتكون أيضا يعني مخصصة للمشات يعني الناس العاديين ممكن نمشي فوق الجسور وتحتنا بيعدي الأوتوبان البعض يقوم بين الفترة والأخرى بيرمي الأشياء من فوق الجسور يعني مثلا رمي الحجارة أو أحيانا بيتم رمي أشياء أكبر ظاهرة جدا خطيرة سابقا حتى أدت إلى يعني وفاة أشخاص يعني لأنه ممكن نتخيل نحن لما بيتم رمي مثلا قطعة خشبية أو حجر فهي بنزل مثل الصاروخ يعني على السيارة فتتسبب بحادث يعني وتؤدي أحيانا أيضا إلى وفاة الأشخاص الموجودين في السيارات الآن مرة أخرى شباب في عمر 16 و 17 سنة على الأوتوبان آتسفاي في منطقة أولد قاموا بهذا العمل طائش جدا وقاموا بيرمي يعني أيضا مثل العمود يعني من فوق الجسر وأصاب سيارة في هذه الحالة السيارة اللي أصابوها كان فيها خمسة أشخاص ومعهم طفل عمره أربع سنوات أصيب بجراح خفيفة يعني وتمكنوا من السيطرة على السيارة وركنها على طرف الطريق ولكنه شيء خطير جدا هي الظاهرة فتنبيه أيضا لكل الناس يعني الأطفال الشباب يعني الطائشين في هذا العمر عدم القيام بهذا الشيء لأنه عواقبه وخيمة جدا ممكن يؤدي إلى قتل الناس رمي هذه الأشياء من فوق الجسر ولذلك قاموا بمحاولة أيضا يعني التهرب من هذا الموضوع واتصلوا بالشرطة وادعوا أشياء أخرى ولكن الشرطة ألقت القبض عليهم شخصيا 16 و 17 سنة القاضية أصدر الحكم بوقفهم ووضعهم في السجن بسبب هذا العمل الشنيع وتوجيه تهمة الشروع بالقتل لهم إذن هيك تصرف طائش يعني يعتبر شروع بالقتل يعني فلو أدى مثلا سمح الله إلى وفاة إنسان يعني بهذا الشكل يعني داخل السيارات فهو شيء خطير جدا فهي الظاهرة جدا أيضا يعني كل فترة مع الأسف تتكرر في ألمانيا بسبب وجود العديد من الجسور يعني المشات على السيارات والطرق السريعة في ألمانيا وهيك بنكون عملنا جولة على أهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته